القدر هو قدرة الله كما ثبت عند الفرياب عن زيد بن أسلم عن التابع زيد بن أسلم أنه قال القدر قدرة الله وذكر مثل هذا الإمام أحمد قال القدر قدرة الله واستحسن هذا ابن عقيل وقد نقل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إشفال عليل وفي كتابه طريق الهجرتين وأن ابن عقيل استحسن كلاما الإمام أحمد لما قال القدر قدرة الله ما معنى أن القدر قدرة الله القدر هو فعل الله وقدرته سبحانه هو الذي قدر كذا وقدر كذا وهو على كل شيء قدير سبحانه إذن القدر قدرة الله وقد جاءت أحاديث أن القدر سر الله كما جاء ابن عمر وعائشة إلا أن الحديثين ضعيفان وليس صحان على النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف غير واحد من العلم لكن ينبغي أن نعلم أن في القدر جانبا سريا لا يعلمه إلا الله وما جاء من الآثار وما جاء من الأحاديث وهي لا تصح وكذلك الآثار في النهي على الخوض في القدر المراد القدر السري المراد الجهة المراد الجهة السرية في القدر فإن في القدر جهة سرية لا يعلمها إلا الله وذلك إذا قال القائل قد قدر الله على فلان أن يكون من الكافرين ومن أهل النار وقدر على فلان أن يكون من المؤمنين أهل الجنة فلماذا قدر الله على هذا بالكفر ثم بالنار وقدر على هذا بالإيمان ثم بالجنة بالجنة يقال هذا القدر هو سر الله ولفهم هذا ينبغي أن تعرف مقدمتين المقدمة الأولى أن هناك فرقاً بين ترك الفضل وترك العدل وأن ترك العدل ظلم أما ترك الفضل ليس ليس ظلماً وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصعي وكما في مجموعة الفتاة وابن القيم رحمة الله في كتاب الشفاء العليل فترك الفضل ليس ظلماً أما ترك العدل ظلم فلو أن الرجل استعجر أجرين على أن يعطي كل واحد منهم مئة ريال في ساعة فعمل ساعة فإن كل واحد منه يستحق مئة ريال فأعطى الأول مئة هنا عامله بالعدل وأعطى الثاني مئتين هنا عامله بالفضل والأول لم يعامله بالفضل فترك الفضل ليس ظلماً أما ترك العدل ظلم فلو أنه أعطى الأول تسعين ريالا لكان ظالما إذن ترك العدل ظلم أما ترك الفضل ليس ظلما والله سبحانه يذكر الإيمان هداية عبده قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه إذن إذا فهم هذا أن ترك الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل فإنه ظلم هذه المقدمة الأولى فمن سلب الإيمان فقد ترك في حقه الفضل ومن أعطي الإيمان فقد عمل بالفضل والأول لم يظلم لأنه لم يترك في حقه العدل المقدمة الثانية وهي أن عدم العلم بالشيء لا يدل على أنه ليس حكمة ولا صحيحا وهذا أمر يدل عليه الواقع والشرع عدم علمنا بشيء لا يدل على أنه غير صحيح أو أنه ليس لحكمة فما أكثر الأشياء لا نعلمها ولا يدل عدم علمنا بها أنها ليست صحيحة وقد عقولنا لا تدرك شيئا وعدم إدراك عقلنا لشيء لا يدل على أنه غير صحيح أو أنه لغير حكمة هذا في تعاملنا مع العباد ومن أمثلة ذلك لو أن طبيبا حكم على مريض بشق بطنه اتفق جمع من الضباء الثقات على أن فلان المريض لابد أن يبقر بطنه وأن يشق وإن لم يفعل ذلك فإنه سيموت فلو قال المريض اشرحوا له هذا الأمر فشرحوا له ولم يستوعبه هل يسع عقلا أن لا يوافق لا يسع عقلا أن لا يوافق لأن عدم استيعابه للأمر لا يدل على أن الأمر غير صحيح أو أنه ليس لحكمة هذا في حق مخلوق مع مخلوق فكيف مع الخالق سبحانه إذا فهمت هتان المقدمتان فلما حكم الله على الأول بالإيمان ثم الجنة وعلى الثاني بالكفل ثم بالنار فإنه عامل الأول بالفضل وعامل الثاني بالعدل هذا ليس ظلم فإن قيل لماذا لم يعامل الثاني بالفضل ولماذا عامل الأول دون الثاني يقال قطعا أن هناك حكمة لأن الله حكيم عليم وهو الحكيم العليم وقال سبحانه ليس الله بأحكم الحاكمين قطعا أن هناك حكمة لكننا لا ندركها وعدم إدراكنا لها لا يدل على أنها ليست حكمة أو ليس الفعل فعلا صحيحا هذا تقدم في حق المخلوقين فكيف مع الخالق؟ سبحانه إذن منها هنا قال السلف القدر سر الله هذا الجزء لا ندركه وعدم إدراكنا له لا يدل على أنه ليس ليس لحكمة ترجمة نانسي قنقر